عشرة أمتار فقط قصة قصيرة للرواء غسان كنفاني قادتنا الظروف نفسها تقريبا للسفر إلى هناك لقد قبلنا بنوع من الاختيار البطل أن ننفي أنفسنا مقابل أن نرسل لعائلاتنا ما يقيم أودها وحينما التقينا هناك حاولنا جهدنا أن نجعل الحياة محتملة بشكل من الأشكال دون أن ندري تماما استطاعتنا أن نشكل بعفوية دوائر واسعة من العلاقات العادية كانت الحياة هناك جافة يابسة ولم تستطع العلاقات الواسعة تلك أن تدخل إلى حياتنا إلا شيئا بسيطا وتافها من النكهة والمذاق كان الرجال طيبين في مجملهم وإن جعلتهم الحياة أكثر جلافة وخشونة وسنة بعد سنة اعتدنا ذلك النوع من الحياة واعتدنا خشونة العلاقات ورضيناها ثمنا للعلاقة نفسها كانت أغلى شيء يمكن للمرء أن يحصل عليه في ذلك المنفى كنا ننضي أيام العطولات في تجمعات صغيرة نلعب الورقة ونشتم ونسلي أنفسنا هكذا كنا نسمي الأمر مجرد تسلية بمقامرات صغيرة واليوم الجمعة غادرت بيت المرمي في طرف المدينة الساكن وقلت لنفسي سأمشي مشيا إلى بيت صديقي منذ الصباح منذ صحوت وأن أخوض في نقاش سخيف مع زميلي في البيت المنعزلي مجمل القصة أنه كان يستمع إلي وأنا أحاور المرأة التي اعتادت أن تأخذ ملابثنا وتغسلها على شاطئ البحر والحقيقة أنني كنت أحسبه نائما على أي حال لم يكن نومه أو صحوه يهمني كانت المرأة يافعة نظرة وإن كانت قذرة وكان وجهها مدورا هل أنت وحدك؟ نعم ادخلي هيا كلا كلا أنا أعرفكم سوف أجد في الداخل عشرة رجال على الأقل ولسوف يتناوبونني أنتم تكذبون دائما أمسكتها من رصغها كان لدنا ونعما إلا أن صديقي أسقط شيئا على الأرض فهربت المرأة مذعورة لقد أسقط المرأة عمدا نعم عمدا ما كنت أريد أن تتصرف هذا التصرف الشائن أي تصرف شائن تتحدث عنه أنت ما زلت طفلا في هذا البلد وغدا سوف تذوب أسا وشوقا كان الشارع طويلا وصامتا وبعضه كان تربا وفكرت وأنا أمشي وحيدا أتصبب عرقا تحت الشمس المتوهجة بشكل لا يطاق أن هذا ليس إلا محض ينون كان علي أن أستأجر سيارة ليس من الممتع أن يسير المرأة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الشارع إلا أنني واصلت المسيرة كأن الفكرة لم تكن تعنيني على الإطلاق ما معنى أن أقول له هذا مجتمع غير متوازن امرأة واحدة لكل سبعين رجلا ويليتهم يرونها إن كل شيء يفقد معناه حين يعتاد المرأة عليه أن ألعب الورقة بعد كل ظهر أخسر وأربح وأشتم وأتشاجر ثم يشرق صباح اليوم التالي أما إذا دخلت المرأة إلى بيتي إذا ذهبت إلى السرير القذر المبلل بعرق الصيف والذي يفوح برائحة النوم فثم تشيء إنساني جديد يحدث وهذا أمر يستحق الاهتمام كيف؟ أنت تغرر بفتاة بريئة الإنسان يجب أن يتحكم بشباقه أوه كم نحن سخفاء حين ندخل الحضارة قصرا إلى اليأس والأس الإنسانيين تكسي يا سيدي؟ كلا لقد وصلت أمامي أكثر من نصف ساعة مسير شيء مضحك أن يضع الإنسان نفسه في سيارة مستفيدا من الحضارة ثم تبقى المسافة بينه وبين إنسانيته معطلة تماما تبا لهذه الحضارة التي نحسن التشدق بها كما نحسن لعب الورقي لو افترضنا أن المرأة طاعتك ودخلت إلى البيت ماذا ستربح من الأمر كله؟ ألن يؤنبك ضميرك فيما بعد؟ ضميري؟ أيها الصغير إن ضميري هو حاجاتي رغباتي مطالب البشرية العادية لقد تعلمت هذه الفلسفة هنا أمرغم أنا على تقديم التفسير لهذا السيد المهذب؟ الحر ما يزال قاسيا ولكن الرغبة في المسيري كانت أيضا ما تزال قاسيا في ظل العمارة المجاورة كان رجلان يلعبان طاولة الزهر أمام دكان الرجلان ثمينان طويلان على قدر ما استطعت أن أخمن من جلستهما ورغم أن الرجلين كان يلعبان باهتمام إلا أنني لاحظت وأنا على بعد عشارة أمتار منهما تقريبا أنهما يتحدثان في موضوع آخر غير اللعب وكما يستطيع الإنسان أن يفكر بعدد كبير من المواضيع دفعة واحدة كذلك استطعت أن أشاهد المنظر كله من مكاني دفعة واحدة كان يقف إلى جانب الرجلين رجل ثالث نحيل يتابع بعينيني متيقظاتين كلا الرجلين بلهفة وبذلي كمن يحاول أن يلتقط بين الفينة والأخرى بكلمة ما مقاطع للآخرين إلا أنه كان يرتد للصمت مرة أخرى بنوع من الذلة وبالإجمال كان وجهه غير مريح إطلاقا وكان يمسك بيده الكبيرة زند طفل صغير في حوالي السادسة من عمره وكان الطفل قد دور رأسه إلى الشارع وأخذ ينظر بفرح واهتمام إلى السيارات والناس فيما أدخل أصد عين من أصابعه في فمه وأخذ غير عابئ بأي شيء يمتصهما بصوت مسموع سوف يكون رفيقي الآن بانتظار شريك اللعب لا بأسه فلينتظر ليس في هذا البلد أحلى من لحظات حلم يعيشها الإنسان حتى لو كانت تحت شمس حارقة خارج المكان وخارج الزمان كان وجه الغسالة وجها مدورا رائعا وشفتها السفلى ناضجة على وشكي أن تسقط أو تنفلق لو لم يسقط ذلك الغبي مرآته لحدث نتوء ما في العجلة المشقولة المدورة أما قصة الضمير كان الوقت ظهرا والطقس حارا ولم يكن ثمت عدد كبير من الناس وكانت السيارات قد قلت عن ذي قبل وبدى الجو وكأنه على وشكي أن يمطر ماء ساخنا تاكسي أستاذ أوه كلا خمسة أمتار ما تزال بيني وبين الرجال الثلاثة والطفل وسمعت نتفا من صوت الرجل السمين وهو يقول لصديقه دون أن يرفع رأسه عن الطاولة ماذا ترى أنت الأمر كله ينتظر موافقتك لقد حركت حجرك خانة أكثر مما يجب تذكر جوهاردو فقط أجاب الرجل السمين الآخر كان خطأا لم أحاول الغشة رأيي أن الصغير لا يصلح على أي حال إلعب لا تفكر مطولا على أي حال الأمر يعود لك لست أدري لو كان أكبر سنة أو سنتين إن هذا المخلوق يغشنا دائما لأننا طيبون شي شيك سوف أكل حجريني دفعة واحدة انتبه كنت قد حذيتهما فنظرت إلى الطفل لقد قاسني بعينين واسعتين وهو ماضي يمتص أصبوعه ثم بد رأس لثانه بشيء من الخوف ودفع برأسه إلى الأمام قليلا وابتسمع تباطأت في مشيتي فسمعت الرجل النحيل يقول وهو يدفع الطفل بشدة أمام الرجلين وماذا يهمكم ثم إنكم لم تنظر إليه جيدا صاروا الآن جميعا وراء ظهري لقد خففت السرعة أكثر وسمعت أحد الرجلين يقول لست أفهم كيف تقول لا يهمكم وأنت لست إلا قوادا تكتكت قطعة الزهر العاجيتان وهما يتدحرجان في ساحة الطاولة ثم ضرب أحد الرجلين حجره بقوة ففرقع فوق الخشب الرقيقي بينما ضحك الآخر ضحكة متقطعة صغيرة وبالكاد سمعت صوته أنا لست أرى أنه سيء كما تعتقد أنت لو فكرت لم أعد أسمع شيئا الآن لقد حاولت أن ألتفت ورأي إلا أنني لم أشعر بقوة كافية لكي أفعله تكسي أستاذ كلا كلا أحسست بيدين قويتين تهزان كاتفي فالتفت مذعورا يا أخي حرام 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 نظرت إليه كان رجلا مسنا بظهر قليل للانحناء وكان يلبس نظارة مدورة ذات طوق من الفضة تلمع وراءها عينان صغيرتان وكان يرتجف وهو يردد ويهزني حرام حرام ما هو الحرام هذا أشار بإبهامه إلى الوراء وقال بصوت مقطع الطفل إنه لا يعرف شيئا حرام تلفت حواليه بالضراب وقلت لنفسي إن هذا الشيقى كان ورائه ولقد سمع نفس ما سمعته أنا عدف وضع كفيه فوق كتفي وترك عصاه تتأرجح على ذراعه وأخذ يهزني حرام حرام ماذا نستطيع أن نفعل لا شيء أنت ترى أنا ضعيف البنية وأنت رجل عجوز ثم إن هذا كله لن يصح العالم أنزل الشيخ كفيه عن كاتفي بيأس ثم أخذ ينظر حواليه الطفل الطفل إنه لا يعرف شيئا رددت كأنما لنفسي ثم إن هذا لن يصح العالم تكسي يا سيدي أوه أوه كلا كلا تابعت طريقي تحت القيض والغبار والشمس الصاطعة التي لا تطاق تكسي لماذا أتراه كان قادرا على حملي عبر الأمطار العشرة التي مشيتها الآن تكسي كلا إن هذا لن يصح العالم قطو الكويت سنة 1959 استمعتم إلى قصة قصيرة بعنوان عشرة أمتار فقط بقلم روائي غسان كنفاني وبصوت مصطفى دهيث شكرا